عندي كوب دقيق دورة صفرة وكوب دقيق عادي معلقة سكر معلقة بيكينبودر سوديو يعني ايه بقى الفرق الاثنين مع بعض ما هينفشوا بيكينبودر وبوكربانتو سوديو ورشة ملح ولبن حلو طيب بص بقى عشان هلات ما جبلش المكن الليه يا حول الله يا رب على فكرة على فكرة بعد كده عندي فلفل الوان اهو سبرينج دي اونيون اهو ودول من عندي جدعانة حبة الشبك دول يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي دول جدعانة من حدايا اهو نبي لاوريك ده ليه لا ما بالك اسبوع ما ما افضحك على هاو دولاتي امشى جادة من هنا حبة ملح حبة فلفل بسوي البيشتاب والبتاعي وهذه التوركي لقيتلي عليه توركي بنعرفش لو ادبوز هزا قلتلك وهي بتقولي تورش ماشي كده عامل زي ليالي لبنان في حلوة بتعمل كده بتدراي فروت زي اللي عملتم البطيخ بنسميه ليالي لبنان هنا بقى يا سيدي اللي قالتلي عليه اهو اهو وادي دقيق الدورة حطناها دقيق بالادي عدد اتنين بيضة نكسرهم واحدة واحدة عشان ممكنش واحدة بيضة تبوز الليلة كلها بس الحمدله ما عادش بيجي بيضة زي زمان ادي كربوناتو بيكين باودر اه هي مش حتى خميرة طيب ماشي رشة سكر هنا بقى ازبط ايدي في اللبن اهو نص اللبن ونص الزيت لان انا احتمال احتمال مزودش حاجة تاني هي مبدئيا بتوبها بالنظرية ولكن لما نقلل شوية ونزود بعد كده مش هتوبها مشكلة كده نصلى على الحبيب وهدي الشبس بتاعي ليه انا زویور ارت كده موسيقى 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 ببسطها وبملاها اشتركوا في القناة